بعد عام من معركة طوفان الأقصى وانتقال الحرب إلى لبنان عاد الحديث عن شرق أوسط جديد تتقاسم فيه القوى الفاعلة على الساحة عن نفوذ في المنطقة وفق آليات بررها البعض على أنها اتفاق لمنع اتساع الصراع وخروجه عن السيطرة رئيس اتلاف الديمقراطين اللبناني جاد الأخوي تحدث عن بدي مرحلة ترتبات جديدة حيث قال بحسب ما وصفها بأنها معلومات وليس تحليلا سياسيا إن هناك اتفاقا جرى على مستوى وفود متوسطة المستوى بين واشنطن وطهران في أن يكون العراق من حصة إيران مقابل التنازل عن وجودها في لبنان وسوريا وفلسطين وهي البلدان المحاذية لحدود الكيان الصهيوني اتفاق شكك مراقبون بإمكانية تنفيذه على أرض الواقع متسائلين فيما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتنازل عن مصالحها في العراق مقابل ضمان أمن إسرائيل خاصة وأن إيران لطالما اعتبرت العراق متنفسها للتهرب من العقوبات وساحة للحرب بالوكالة وهو ما يتضح جليا خلال إعلان ما يسمى بالهيئة التنسيقية للمقاومة في العراق بأنها ستقصف القواعد والمصالح الأمريكية في العراق حال مهاجمة إيران فيما توعد حزب الله المنضوي ضمن هيئة ميليشيا الحشد بضرب مصادر النفط في العراق والخليج العربي تضامنا مع إيران مواقف دفعت من نائب سجاد سالم لترحي سؤال إلى الميليشيات المسلحة التي تهدد بحرب الطاقة حول إمكانياتها توفير رواتب شهرين للموظفين العراقيين إذا ما توقف تصدير النفط العراقي أما معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن فقد حذر من تحول العراق إلى لبنان جديد مشيرا إلى أن زعماء الميليشيات الموالية لإيران في بغداد يطمحون في لعب دور أكبر وهو ما خلق حلبة صراعات داخل بنيتهم جراء تنافسهم في من يكون منهم نصر الله الجديد وهو ما يمكن أن يجر البلاد إلى مزيد من الحشاشة والانهيار